معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمنية سيد منصور صالح أهلا بك سيد منصور معنا على سكا نيوز عربية إذن سيد منصور ربما حدة هذه المعارك لم نشهدها منذ سنوات كان هناك نوع من التهديئة الآن نتحدث عن معارك ضارية اشتعال بعض الجبهات أمام أفق سياسي يعني أكمل ربما أكثر من سبعة سنوات إلى الآن وهو متوقف ما الذي يحدث هل هذا ممكن أن يهيئ لحل سياسي مساء الخير أخي باقد وبداية اسمح لي بأن أتوجه بإخلالكم بالتحية الكبيرة للزملاء في قناة سكا نيوز عربية على هذه المواكبة وهذه التغطية المهنية الأكثر من رائعة والمنصفة للقوات التي تقاتل وتحقق الانتصارات في قبهة شبوة وهي مهنية نتمنى أن تستفيد منها الكثير من القنوات التي تتناول هذا الشان ما يحدث في شبوة اليوم هو بأن المعركة سلمت للقوى التي هي ترغب أصلا في خوضها وهي قادرة على خوضها نحن نعتبر بأن ست سنوات أو سبع سنوات أو ثمان سنوات الماضية كثير من القبهات لم تكن فيها قدية لقوض هذه المعركة ومرت السنوات في أعراس وفي احتفالات وفي مسرحيات وكأننا في فعاليات ثقافية أو مناسبات اجتماعية ولسنا في حالة حرب في مواقهة هذه الميليشيات لذلك بدأناها في العام 2016 والقوات على مغربها من مطار صنع واصلنا في العام 2021 والشرعية كانت تفقد آخر ما تفق لها في مارب اليوم قدوم قوات العمالقة ونحن نتحدث عن قوة احتياطية فقط لا تشكلوا أكثر من 20% من قوات العمالقة البرابطة في الساحة الغربي أحدث هذا الفارق الكبير في سير المعركة بسبب وجود قيادة حقيقية قادرة على أن تدير المعركة وجود مقاتلين أشد راغبين ومستعدين للتضحية في سبيل تحقيق الانتصارات لذلك إضاف عليها أيضا أن وجود تلاحم قديد داخل محافظة شبوة افتقدته منذ نحو ثلاثة سنوات في محافظة قديد دخول قوات دفاع شبوة أي النخبة الشبوانية السابقة وجود قوات العمالقة الحاضنة الشعبية الكبيرة التي تلتف بشكل غير مسبوخ حول هذه القوات كلها شكلت عملية دفع وقوة باتقاة تحقيق هذه الانتصارات التي تحققت بسرعة كبيرة في مدرية عسيلان دعني أتداخل معك في الفكرة بصورة أوضح وأشمل من تابع الملف اليمني يعرف بأنه بعد كل المعارك وضراءة المعارك نتحدث عن حل سياسي لأنه الحل الوحيد في الملف اليمني هل نتحدث عن هذا المنظور هذه المرة؟ ما الذي سيعقب هذه العمليات العسكرية؟ هل هناك أمر يلوح في الأفق؟ الحل السياسي والسلمي هو المطلوب في كل الأحوال وهذا ما نؤكد عليه نحن ويؤكد عليه الأشقاء في التحالف العربي بل ومتبسكين ويرون بأنه الحل الأكثر سلاما والأقل تكلف بالنسبة لليمنيين أكان في القنوب أو في الشمال وبالنسبة للأشقاء في التحالف لكن الحل السياسي في ظل حالة الانكسارات التي تسببت بها جماعة الإخوان كان سيكون حلا منقوصا وستكون نتائجه وخيمة على المستقبل بنسبة للشعب في اليمن أو كان في الجنوب الحل السياسي بالصورة التي كانت تطرح السابقا يختلف كثيرا عما يمكن أن يطرح في الفترة القادمة لأن الحوثي لن يعترف بك كخصم سياسي إلا متى ما شعر بأنك في الأصل قوة عسكرية حقيقية أما في حالة أنه يتقدم عسكريا فهو سيملي شروطه ويفرضها على القوات التي تقاتله وكان هناك أيضا حالة من التراقي في وقت سابق من المجتمع الدولي باتقاه فرض حلول سياسية لأم جمعة حوثي كما حصل في الحديدة اليوم وبإذن الله نصر في شبوة قادم لا محالة ستكون هناك الرؤية مختلفة للحل السياسي ستتقدم القوات كما هو مرسوم لها باتقاه مناطق في محافظة البيضاء واتقاه مناطق في محافظة مأرب وستكون أيضا العملية السياسية القادمة من منطلق القوة لكن ما نعتقد أننا بحاجة له في هذه اللحظة لتحسيز هذا الموقف العسكري وهذا الموقف السياسي هو أيضا أن تكون هناك حالة من التحرك الشاملة للقوات المحسوبة على الشرعية ينبغي أن لا تهدى قبهة مأرب كما حصل الآن بل عليها أن تتحرك حتى لا تتيح لمليشيا الحوثي أن تحرق قواتها يجب أن تتحرك قوات الشرعية في البيضاء أيضا أن تسحب قوات الشرعية التي جاءت من مأرب إلى داخل شقرة بنية دخول عدل لأن وجودها في هذه الأيام وفي ظل هذه التغييرات لم يعد مبررا بل ومضحكا أما تتحرك قواتها الآن إذا كانت المعركة تدور في بيحان وتدور في مأرب يعني طبعا البعض يرى فيما يحدث الآن هو أحد المصاديق الواضحة لما يأتي بعد اتفاق الرياضة التفاهمات بين الأطراف اليمنية المختلفة لكن البعض يقول أن هناك كان تقصير خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة اليمنية خصوصا على الوضع الإنساني على الوضع المعيشي لليمنيين في هذه المناطق هل الوضع أفضل اليوم؟ ما المطلوب من الحكومة اليمنية فعلها باعتقادك؟ نعتقد بأن التقصير هذا قد حدث وقد كان جزء من هذه المعركة و جزء من الانكسارات التي حصلت كما كانت تحدث انكسارات وهزاء في الجبهة العسكرية في أكثر من منطقة و كما كان يحدث أيضا غزو للجنوب من اتقاه محافظات في الشمال كانت أيضا هناك تقصير اقتصادي باتقاه و كأنها فهمناه هكذا في داخل محافظات الجنوب المحرة و كأنها حرب اقتصادية شنت على الشعب في الجنوب تعرض لمحاولات تركيع وتقويع و حرب اقتصادية اليوم نحن في وضع متعافي بشكل كبير و هذا يؤكد بأنه و قبل أن تتخذ أي إقراءات الريال اليمني تحسنت قيمته من 1700 لدولار الواحد قبل أقل من شهر و خلال أسابيع إلى نحو 800 ريال أكثر من نصف بدليل أنه كانت عملية الحرب الاقتصادية أو عملية التدمير الممنهجي للاقتصاد عملية مقصودة لأنه لم يحدث شيء لم تكن هناك أي معالجات يمكن أن يفهم بأنها قد أدت إلى هذا التحسن إذن نحن اليوم أمام وهذه الحكومة أمام استحققات كبيرة منها تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات دفع الرواتب تقديم نموذك إيجابي في الجنوب و في باقي المناطق المحررة يشجع و يحفز الحاضنة الشعبية المحسوبة على الشرعية في المناطق اليمنية والشمالية تحديداً للثورة و للتحرك أقوله نعم نعم أشكرك يعني لم يعد لديه مزيد من وقت لكن أشكرك على كل هذه الأفكار من القاهرة الكاتب و الباحث السياسي اليمني سيد منصور صالح شكراً لكم